سباق تسلح على الانترنت هو ما يجري بين سلطات انفاذ القانون ومنظمات الارهاب والفكر المتطرف هذا ما قالته وزيرة داخلية الامريكية امبراد في مركز نيو امريكا البحثي في واشنطن الوزيرة البريطانية طالبت شركات التواصل الاجتماعي بتكثيف الجهود لحجب المحتوى المتطرف وازالته فور نشره وذلك من خلال تطوير انظمة الذكاء الاصطناعي وفي هذا الاطار حذرت رود من خطورة هذا السباق عندما كشفت انه منذ بداية عام 2017 انشأ متطرفون ما لا يقل عن 40 الف موقع وتطبيق جديد على شبكة الانترنت رغم كل الحملات التي تقوم بها سلطات انفاذ القانون وشركات الانترنت المعنية تتوالى خسائر داعش الميدانية وتتوالى معها مساعد تنظيم الارهابي لالتقاط انفاسه الاخيرة اراضي دولته المزعومة تنتهي واقعيا وتتسع افتراضيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ها هو داعش يهدد فرنسا فبالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لهجمات داعش الارهابية في باريس لوح باستهداف الاطفال هذه المرة قبل الكبار تهديد اطلقته ما تعرف بمنظمة الوفاء الاعلانية التابعة لداعش التنظيم الارهابي توعد روسيا ايضا قبل فترة وجيزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستهدفت التهديدات نخبة اللاعبين المشاركين في المونديال العام المقبل وملاعب محددة وفي سياق الحملة الافتراضية نفسها تمكن داعش قبل يومين من اختراق ثمانمائة موقع من بيانات المدارس الامريكية ونشر رسائل تجنيد على صفحاتها ووصلت الحملات الداعشية الى المدارس البريطانية ليعلن تلميذ في العاشرة تبنيه فكرة تنظيم الارهابي بعد مشاهدة فيلم لعملية قتل نفذها مسلح في داعش حادثة هزت الاوساط البريطانية التربوية والرسمية ودفعت وزيرة الداخلية الى تجديد الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لابتكار انظمة تحدد وتحجب تلقائيا رسائل تخض على التشدد والعنف قبل نشرها عبر شبكاتها ومعنا من لندن الباحث في مؤسسة كويليام لمكافحة تطرف صلاح الأنصاري أهلا بك أستاذ صلاح عبر اسكاينيوز عربية يعني في واحدة من أكبر التهديدات الأمنية التي تواجه العالم تواجه دول الغرب اليوم هذا المحتوى المتطرف يعني هذا التأخر أيضا في الكشف عن الجهات التي تنشأ هذه المواقع أو هذه الصفحات هل بات مستحيلا إقامة درع إلكترونية ضد المتطرفين اليوم والإرهابيين ليس مستحيل لا بد أن نفهم الأول حجم التحدي المفترض الآن على واقع الفضاء الإلكتروني هو الآن الإنترنت مجرد وسيلة يعني زي القلم زي الكتاب هو وسيلة من وسائل التجنيد هو فاسيليتيتور يعني هو ليس هو مجند يعني هناك أشخاص على أرض الواقع هم من يكونوا برافع عزيز أشياء هو منصة للتواصل ولنشر هذا الفكر ولإيصاله لأكبر شريحة يعني في السابق كان ربما إيصال المعلومة يضلب الوسائل التقليدية أما اليوم فباتت في متناول الجميع أينما كانوا في العالم وهذا أيضا تحريك لغرائز ولأفكار قد يتشارك بها الإرهابي المطرف مع نظرائه في أي مكان هذه هي خطورته خطورته أنه عولم ظاهرة الإرهاب لم تحد يعني مقصورة مثلما كانت مثلا القاعدة تعتمد على شرائط فيديوهات محدودة الآن يخاطبوا أناس على مستوى العالم في دقيقة واحدة وكمان يعني إحنا يعني اللي إحنا عارفينه من من الحجم الظاهر اللي بسموه visible web يعني حجم المعلومات التي يعرفها الناس أو المتابعين هي قليلة جدا بالنسبة لل invisible web أو اللي هو الانترنت الغير معروف أكثر من الانترنت الغير معروف والذي لا يظهر على وسائل ومحركات البحث هو أكبر بكثير من المعروف ومن المنتشر يعني دايما يجتمع المتطرفين أولا في منصات معروفة أو المعروفة بال visible ممكن وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تويتر ممكن فيسبوك وبعد ذلك ينتقلوا إلى مكان أكثر أمانا عبر منتديات خاصة بتكون غير مفهرصة على هل هذا هو السبب هذه المواقع والمنصات غير المرئية أشرت لها بأنها invisible هذا هو السبب في كلام أمبر راد بأنه سيكون من الصعب أكثر من أربعين ألف في فترة وجيزة يعني يتم الكشف عن مواقع وسرعان ما يتم إنشاء هذه نقاط التواصل والتنسيق اللامرئية كما أشرت إليها الربعمية واربعين ألف هذا هو يعني استطعت أجهزة الأمن أن تعرفها وأن تكشفها لكن هناك في منصات أخرى لا يمكن الوصول إليها في الوقت الحالي لأنها غير مفهرصة يعني لا تظهر في محركات البعث وده يحدد مدى خطورة الوسيلة نفسها في التجنيد هي تظهر للسطح في مرحلة متأخرة تبدأ في مراحل غير مرئية ثم تنتقل عبر أحد المجندين في خلال منتديات خاصة ثم تظهر إلى السطح كمرحلة أخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وبتأخذ شكل معقد جدا وأحيانا بيكون الإجراءات مشفرة يعني حتى مثلا في على وسائل الواتس أب ممكن إرسال بعض الرسائل المشفرة من المرسل للمستقبل دون أن تعرفها أو تكشفها وسائل الأمنية الأجهزة الأمنية لا تعرف ما هذه الرسالة وما مضمنها ودخطورة تانية أيضا تفرد مسؤولية على الأجهزة الكبرى للتواصل الاجتماعي أنها تلعب دور وتعين ناس وتزيل هذه المواد وتأخذ الخطوة الاستباقية أمبرود نصحت ليس فقط مجرد إزالة المواد لكن تصنيع أو ابتكار وسائل جديدة تحجب هذه المعلومات قبل ظهورها من الأساس ممكن يكون هذا صعب حاليا لكن غير أنا لا أستبعد أنه ممكن تنفيذه خصوصا هذه الشركات شركات عملاقة عندها أموال كثيرة عندها عقول زكية ممكن فعلا تصميم برامج زكية في المستقبل للحد من تحميل هذه المواد قبل نشرها تحجب من البداية عن طريق برامج زكية يعني هل السيناريو اليوم المطروح بأن داعش سينتقل من مناطق التي كان يسيطر عليها بعد القضاء عليه يعني القضاء على قوته العسكرية لينتقل إلى هذا الفضاء الافتراضي إلى عالم الانترنت إلى هذا التواصل الذي أشارت إليه أنه خفي ومن الصعب الكشف عنه لتكون هجماته في كل مكان هو حيكون وسيلة طبعا حيكون وسيلة لنشر الرسائل لكنه على أرض الواقع أنا أيضا لا أستبعد أنه هو ينتقل لأماكن رخوة وأماكن نزاع كثيرة مرشحة أيضا لاستقبال هؤلاء الناس عندك أماكن مثلا في القرن الأفريقي عندك أماكن في فلبين جنوب آسيا كل هذه أماكن رخوة تسمح لهم بالانتشار الفعلي على أرض الواقع حتى لو خسروا هذا المكان تنظيميا لكنه فكريا الناس متعاطف خصوصا المتعصبين الدينيين للفكرة أنا لا أظن أنهم سينتهون بمجرد انتهاء التنظيم يعني سيتحولون لأماكن تانية ويعيدوا تكوين أنفسهم مرة تانية على أرض الواقع وبالتوازي سيتم استخدام الإنترنت للتجنيد وسيزيدوا من نشاطهم عليه وزي ما قلت أنه جهاز معقد وبيزداد تعقيد وفضاء واسع يعني وكمان حتى تحديد يعني 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 بعد حوادث التي حصلت إن كان في المتحدة أو حتى في بريطانيا أن يتم خرق مواقع لمدارس معروفة بعراقتها الهدف هو تجنيد أطفال ما كشفته أيضا وزارة الداخلية بريطانية من الطفل في العاشرة كان تبنى فكر هذا التنظيم بعد الترويج له على الموقع الخاص بمدرسته وعلى مواقع أيضا يعني لبلوغرز أو لناشطين عبر الإنترنت خطورة ما يحصل اليوم هل يمكن وقفه فقط بالتنسيق مع المواقع المعروفة وكنت أشرت منذ قليل إلى ربما الخطة البديلة التي يستخدمها المتطرفون عبر هذه المواقع غير مرئية أنفزبد صحيح أنا أولا لو حصل لابد أن يحصل الأول يعني تنسيق وتعاون دولي وسيق مثلا بإشراف منظمة كبيرة زي Global Counter Terrorism Forum وتنسيق دقيق بين هذه الشركات العملاقة وبين الحكومات وبين المجتمع المدني نفسه الذي يجب أن يلعب دور في عملية الإبلاغ يعني يعني يرى المادة العنيفة يبلغ عنها الأجهزة المعنية الأجهزة المعنية سوف تتخذ الإجراءات لإزالتها يعني هي محتاجة تكاتف كثير وللأسف الإنترنت في هذه الحالة التي نحن موجودين فيها يعني هو يكون في صالح المخترق الشخص المخترق الشخص الذي يرسل هذه الرسائل أكثر من الأشخاص المستقبلين لأنه كل مهمته أنه يخترق هذا النظام ويرسل الرسالة أما المستقبل هذه الرسالة محتاجة تنصيق واسع وتنظيم بين أفراد المجتمع بكافة أطيافه ولا يحدث فيها خطأ ولا يحدث فيها خلل لصد هذه الهجمات وإيقافها فهو يتوقف على مدى التنصيق نفسه تبعنا القمة التي حصلت بين مجموعة أسبع وعمالقة الانترنت تويتر وفيسبوك وإنستغرام وجوجل ولكن لم تتوصل فعلا إلى ورقة عمل واضحة يعني إزالة المحتوى في أقل من ساعة أو ساعتين ربما أيضا إنشاء هذه المقرات أو المراكز في الدول الكبرى تحديدا في وليات المتحدة في بريطانيا وربما في مناطق مختلفة من العالم لكشف كل هذا يعني تبادل المعلومات الذي يحصل أو ربما الترويج كما حصلت في بريطانيا وليات المتحدة هل فشل هذه القمة أو عدم نجاحها بشكل كبير يعني استحالت كما أشرت بداية أن الأمر بات أكثر صعوبة اليوم لا لا ما أعتبرتها فشلت أنا أعتبرها نجح توا أنت لما عندك معلومات مثلا أن جوجل يوتيوب أزالت محتويات كثيرة جدا من المواد المتطرفة كذلك فيسبوك كذلك تويتر أغلقت أغلقت مواقع البوليس نفسه هنا يعني تيك داون وأزال ما لا يقل عن تقريبا ألفين ألفين محتوى متطرف على مستوى الأسبوع الواحد الشركات الكبرى لازالت تتعاون وعندها تتعاون مع شركات أخرى ومنظمات مدنية أخرى للتعاون والتنصيق معها الجهود المفزولة الآن في البداية هذه الشركات كانت ترفض التعاون مع الحكومة وكانت تقول هذه ليست مسؤولياتنا الآن هم خدوا المسؤولية خدوا الإنيشاتيف وبدأوا يتعاونوا مع غيرهم من من منظمات المجتمع المدني الآن الحكومة تضغط لجزء آخر أو لخطوة أخرى وهي خطوة الاستباقية التي تمنع من الأصل رفع هذه المواد فأنا أعتبر نجاح ربما كان هناك عقدة ولكن التحدي التحدي القادم سيكون أكبر تشريعات تستعد لها هذه الحكومات لإجبار هذه الشركات أو لتقييدها وربما لدخول في حساباتها وأرباحها وهذا ما تتخوف من هذه الشركات العملاقة هل من السهل حصر عالم الإنترنت في وقت قصير ووجيس بعد مطلب رد وباختصار في أقل من دقيقة واحدة من فضلك أنا أظن التشريعات يعني لو الجهود في المستقبل لهذه الشركات ولم تلعب دور في حجب المواقع قبل تحملها أنا أظن أنه سيظهر تشريعات جديدة تحد من نشاطها للفرضية الأمنية كنت معنا البحث مؤسسة كوينيام لمكافحة التطرف صلاح الأنصار من لندن شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر